نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من مراسل الوكالات الأجنبية لمركز الإصلاح والتأهيل بدر وذلك للطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء داخله ونظم الإصلاح والتطوير المتبعة في ظل التطور الكبير في منظومة السياسة العقبية بمصر والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر يهدف إلى نقل صورة واقعية عن إنجاز عصري في منظومة العقاب الحديثة يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتمتع مركز الإصلاح والتأهيل بدر بمنظومة علاجية متكاملة متطورة تشمل لأول مرة مركزاً لصحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام إضافة إلى تجهيزات تقنية طبية حديثة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بين النسلاء حننقل الكلام ده لجمهورنا في الوطن العربي ونتمنى أصلاً أن تجربة مصر دي تستنسخ في باقي الدول العربية بصراحة تجربة رائدة أكيد تشكر الحكومة المصرية على هذا الجمال وعلى هذا الإبداع وعلى الاهتمام بالنزلاء شوفنا خلال جولتنا هذه المستشفى وما تتميز به من خدمات طبية وما توفره من خدمات صحية للاكتمام بكل حاجة تخص صحة المرأة شوفنا أجهزة مطورة جداً كشفوا عن الأمراض مختلفة والأمراض المزمنة وعلاجها فده حاجة مشرفة لفت نظري أنه غرفة العمليات الكبرى اللي بنظام الكابسولة المغلقة اللي بتسمح به مرور الهواء عبر فلاتر لدخول الهواء النقي يبحث المراسلون هنا عن تفاصيل البرامج الإصلاحية والبيئة التي يوفرها المركز للنزلاء والرعاية المقدمة لهم عدسات الكاميرا تلتقط تفاصيل المكان تمهيداً لإعداد تقارير إخبارية لوسائلهم الإعلامية ترصد واقع النزلاء وأحوالهم المعيشية والصحية وما يتمتعون به من رعاية داخل المنظومة الإصلاحية الجديدة دارت أشوفه النواردة أعتقد أنه استندر عالمي في أماكن التأهيل في مصر بالنسبة للدول الأخرى أو ما نشاهده في الدول المتقدمة يشاهد المراسلون مفردات السياسة العقابية الحديثة تطبق على أرض الواقع ما بين الارتقاء بثقافة النزلاء لتقويم سلوكياتهم وإسقال المهارات الفنية والإبداعية لديهم حتى الوصول إلى شخص منتج سوي داخل ورش جهزت لهذا الغرض في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ما رأينا اليوم مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل هو محاولة تأهلهم بالفعل ليخرجوا إلى سوق العمل في الخارج أو يخرجوا إلى المجتمع في الخارج بعد أن تم تأهلهم حتى أن الدولة حاولت توفر لهم وظائف أو حرف تشفنا قد إيه فيه تطوير فيه قد إيه تغيير بالنسبة للنزلاء فكرة تعليم النزيل وتسقيفه وتأهيله برة أخرى علشان يخرج المجتمع بشكل أفضل النهاردة شفناها في مركز تأهيل بد حوارات ونقاشات دارت مع النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وأحوالهم داخل المركز والتي كشفت عن نقلة نوعية حضارية في السياسة العقابية في مصر تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التي يصان فيها قرامة المواطن رايك إيه في مركز التأهيل والإصلاح الجديدة الموجودة التي تعملتها حاجة جديدة إحنا ما كنمش متخيلين إن الدولة هتساعدنا بالطريقة دي وإن هم هيقفوا جنبنا كده وإن هيدونا أمل في اليوم اللي جاية وإن هي كانت خلاص مشكلة في حياتنا وعدت وإن إحنا نازل نبقى للأحسن دا إحنا فعلا بنتعلم موسيقى وبنتعلم كل حاجة يعني كل اللي عنده هوايا في حاجة بتعلمها اللي في بيرسم لامي لها مواهب الرسمي اللي بيتطرز القرشات كل اللي انتم بتشوفو دا دا حقيقي النزيل يتمتع هنا بحقوقه في الرعاية بكافة أنواعها والتأهيل والإصلاح فمراكز الإصلاح والتأهيل بديل حضاري وإنساني للسجون العمومية التقليدية صورة حقيقية ينقلها هؤلاء عبر وسائلهم الإعلامية لدول العالم ليشاهدوا الإنجاز على الواقع صورة وقعية من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي أنشأتها وزارة الداخلية ينقلها المراسلون الأجانب عبر وسائلهم الإعلامية المختلفة وذلك بعد زيارتهم لمركز الإصلاح والتأهيل بدر وهي تعبر عن منظومة السياسة العقابية الحديثة التي أنشأتها وزارة الداخلية والتي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان عبدالله بركات التلفزيون المصري